اشتركوا في القناة وفي امبارة ثانية حقق فريق النجم انتصارا سريعا على حساب فريق الشباب بثلاثة اشواط دون مقابل في امبارة التي جمعت بين الفريقين لحساب الجولة الثالثة شهدت قاعة المؤتمرات بالاتحاد البحريني لكرة القدم اجتماع اللجنة التنفيذية لتنظيم دورة الالعاب المدرسية 2024 مع الاتحادات الرياضية المحلية حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الامور الفنية بالاضافة للمتطلبات الواجب توفرها في كل لعبة بدورة الالعاب المدرسية والتي تحظى برعاية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وتشهد الدورة التي ستقام في اكتوبر بالعام المقبل يقامت 25 لعبة جماعية وفردية ومن المنتظر ان تستضيف البحرين اكثر من 5000 مشارك انطلقت بطولة خالد بن حمد لكرة اليد للمدارسة الثانوية حيث يشارك في البطولة 16 فريقا يمثلون 16 مدرسة ثانوية حكومية يشاركون في النسخة الاولى من هذه البطولة التي تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النابل الاول لرئيس المجلس العلالي شبابي والرياضة رئيس الهيئة العامة لرياضة رئيس اللجنة الولمبية البحرينية وتحظى البطولة بدعم واسع من القطاع الخاص اذ يشارك في تنظيم البطولة فريقون مستعدا التطوعي هذه البطولة يمكن ثمارها راح تجنيها مملكة البحرين ان شاء الله في المستقبل قريب بدء الرياضة او بدء النشاء الرياضيين هي المدارس واليوم لما نشوف هذه البطولة للمدارس الثانوية هي باكورة خير للرياضة البحرينية وبالذاتر لكورة اليد البحرينية هذه راح ان شاء الله تكون كواكب منها راح تنضم الى منتخبات الناشئين والشباب للفريق الاول واستمارية البطولات والذهب لمملكة البحرين ان شاء الله والله الشيء جيد ممتاز الذي صار في التنسيق بين وزارة التربية ومع اتحاد اليد ومع اتحاد الاسمي وكوزارة التربية عن الخبر والمجال في هذا المجال نشكرها على هذا التعاون مع اتحاد اليد طبعا البطولة تحمل اسم غالي علينا اسمه الشيخ خالد حفظ الله ورعاه البطولة اليوم الثاني لها شفنا مباريات قوية ومستوى غير متوقع ومرتفع من اللاعبين اللي هم ان شاء الله راح يشكلون نواة لمنتخباتنا الوطنية الجانب الاخر من هذه البطولة هو التعاون ان شاء الله اللي سيكون باكورة التعاون بين اتحاد اليد ووزارة التربية والتعليم طبعا ادارة التربية رياضيف ووزارة التربية والتعليم برؤسة الدكتور نوندر جمالي طبعا من الالف الالياء الشغل يكون احترافي في كل بطولة تقدم للطلاب طبعا هذه البطولة راح تكون في كل المباراة يكون افضل لاعب في المباراة ويحصل على جائزة قيمة ويتم اختيار افضل لاعب في البطولة وافضل حارس وافضل مدرب اللي هو افضل المعلم ويتم تعيين نهاية البطولة افضل فريق ويتم تتويجه توجه فريق البحرين ببطولة مسابقة البايكر لدوري العام للبولينغ 2023 والتي نظمها اتحاد البولينغ على صالة مركز ارض المرح حيث نجح فريق البحرين في الفوز على فريق الرفاع الشرقي في المباراة النهائية وذلك ينجح فريق البحرين في حصد ثنائية الموسم سبق له الفوز ببطولة الدوري العام للبولينغ ليضم لقب مسابقة البايكر بكل جدارة واقتدارها حقق فريق النجم فوزه الاول على حساب كالهايت الامريكي بنتيجة 29 هدفا مقابل 22 وذلك في اليوم الثاني في مواجهات بطولة العالم للاندية لكرة اليد سوبرغلوب 2023 ومن منافسات المجموعة الرابعة وبذلك يرفع النجم رصيده الى نقطتين بالتساوي مع فريق كالسي البولندية فيما تجمد رصيد هاتي طون دون نقاطه مع تبقي مواجهة وحيدة في المجموعة تجمع بين كالسي وهال هات ترجمة نانسي قنقر